خامس قوة عسكرية في العالم أمام فصائل مسلحة عديدها محدود وعتادها أسلحة فردية وهاون وسواريخ بدائية الصنع ميزان قوة لا شك مختل فطائرات F-16 تصرح وتمرح في سماء غزة وتنتقي أهدافها إلكترونيا لتتجاوز طلعاتها الألف في أسبوع طلعات تجاوز عدد ضحياها من قتل وجرح حدود التصديق مقابل سواريخ محلية الصنع لم تترك إلا أضراراً مادية بسيطة وهلعاً بين الإسرائيليين فمقابل كل ساروخين أطلقتهم الفصائل الفلسطينية قامت إسرائيل بثلاث غارات جوية ألقت خلالها أطناناً من المتفجرات ليكون مجموع الصواريخ التي أطلقت من غزة نحو سبعمائة وتسعين صاروخاً ومجموع الغارات الإسرائيلية التي نفذت بما يفوق ألفاً وخمسمائة غارة غارات تسببت حتى الآن في مقتل أكثر من مائة وسبعين فلسطينياً وإصابة ما يزيد عن ألف ومائتين آخرين بينما لم تسجل إلا وفاة واحدة على الجانب الإسرائيلي نتيجة الهلع ولم يتجاوز عدد المصابين مائة وخمسة عشر كلهم أصيبوا بالذعر سبب دفع إسرائيل لحجد نحو أربعين ألفاً من جنود الاحتياط استعداداً لاجتياح بري لقطع غزة للقضاء على قوة الفصائل الفلسطينية مجتمعة والتي تقدر بثلاثة وعشرين ألف مقاتل وتتكئ تل أبيب على منظومة القبة الحديدية لصد الصواريخ الفلسطينية لذلك نشرت خلال عملية الجرف الصامد ثمانية بطاريات في مناطق مختلفة في إسرائيل في حين يفتقر الفلسطينيون إلى أي غطاء أو دفاع جوي أما التكلفة المالية فإن ميزانية إسرائيل لمعركتها الحالية والتي أثارت جدلاً تقدر بـ 2.4 مليار دولار في حين لا يمكن تحديد كلفة السلاح الفلسطيني إلا أنه على الأقل يمكن حساب الدمار الذي تخلفه الحرب على غزة على غرار ما حدث عام 2008 عندما تجاوز حجم الأضرار 3 مليارات دولار وتبقى المأساة الأكبر هي مأساة المدنيين العزل الذين تشردوا عن منازلهم إذ تجاوز عددهم 9000 نازح وبنظرة سريعة على الواقع الصحي في قطع غزة فإن عدد المستشفيات يقدر بـ 25 بما يقارب نحو 751 نسم لكل سرير وهو عدد إذا قورن بأعداد الجرحة يظهر حجم الكارثة أما المصابون فهم أمام مواقع صحي مرير تساهم في تخفيف معاناته بعض المبادرات العربية والمستشفيات الميدانية